بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكمل مع بعض في درس اليوم إن شاء الله المتغيرات العشوائية وتوزيعتها الاحتمالية اللي بدأنا في الدرس السابق وتكلمنا في الدرس السابق عن بعض خصائص التوزيع وأخذنا مثال على كيفية إيجاد الوسط الحسابي والتباين والانحراف المعياري هذه المرة بنأخذ مثال آخر المثال بيقول لي ألقيت ثلاث قطع من العملة المعدنية المتوازنة أجب عما يلي ما هو المتغير العشوائي الذي يمثل عدد الصور التي تظهر على الوجه العلوي اوجد التوزيع الاحتمالي لعدد الصور اوجد خصائص توزيع عدد الصور التي تظهر على السطح العلوي من حيث المتوسط والتباين أو الانحراف المعياري كلنا عارفين وقلنا قبل كده أنه أي قطعة عملة معدنية لها وجهين هيد ور تيل إذن العملة الأولى ستكون نتائجها اثنين العملة الثانية ستكون نتائجها اثنين العملة الثالثة ستكون نتائجها هي الأخرى اثنين إذن عناصر فراغ العينة التي يمكن تكوينها في هذه التجربة هو اثنين في اثنين في اثنين هيكون عندي تمن عناصر تشمل جميع القيم التي يمكن أن تظهر لهذه التجربة فراغ العينة عندي هنا اس بيقول لي إما أن تظهر كتابة على الوجه الأول أو العملة الأولى كتابة على العملة الثانية كتابة على العملة الثالثة أو يدخل معايا في ثلاثة نتائج صورة واحدة يعني يظهر كتابتين وصورة ثم نحرك هذه الصورة من آخر عملة تصبح في الثانية ثم نحركها مرة أخرى تصبح فيه الأولى أو تظهر كتابة واحدة وصورتين وهذه الكتابة يمكن أن نحركها كما حركنا الصورة فتظهر هنا في العملة الأخيرة هنا في العملة الثانية هنا في العملة الأولى إذن لدينا ثلاثة نتائج أخرى تظهر فيها صورتين وأخيرا يمكن أن تظهر صورة على العملات الثلاثة إذن لدي ولا صورة على العملات الثلاثة أي صفر أو تظهر صورة ثلاث مرات أو تظهر ثلاث مرات أو تظهر ثلاث صور زي ما حضراتكم شايفين كده قيم المتغير العشوائي إما تكون صفر ودي بتظهر مرة واحدة أو تكون واحد ودي بتظهر ثلاث مرات أو تكون اثنين وأيضا بتظهر ثلاث مرات أو تكون ثلاثة وهذه هي الأخرى بتظهر مرة واحدة وده اللي احنا بنوضحه لقيم المتغير العشوائي ألا وهو ظهور الصورة صفر واحد 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 ثم اثنان 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 ثم أخيرا ثلاث إذن يمكنني القول بأن فراغ العينة الذي يرافق المتغير العشوائي يتحدد بأربع قيم هي صفر واحد اثنين ثلاثة وهي تمثل أربع نتاج الصفر كما قلنا سوف تظهر مرة واحدة وبالتالي واحد على تمانية هو احتمال ظهور صفر أو احتمال عدم ظهور أي صورة ويمثل عدد عناصر عدم ظهور الصورة مرة واحدة على عدد عناصر فراغ العينة اللي بيساوي تمانية احتمال ان الـ X تساوي واحد وهو يعني ظهور صورة واحدة هيظهر ثلاث مرات من تمانية إذن الاحتمال يساوي ثلاثة على تمانية عفوا احتمال الـ X يساوي اثنين هيساوي أو هيكون أو هيظهر ثلاث مرات وبالتالي الاحتمال هيكون ثلاثة على تمانية احتمال الـ X تساوي ثلاثة هيظهر مرة واحدة وبالتالي الاحتمال هيكون واحد على تمانية لو نلاحظ واحد على تمانية وثلاثة على تمانية وثلاثة على تمانية وواحد على تمانية هنجد انه مجموع الاحتمالات يساوي الواحد يمكنني تكوين التوزيع الاحتمالي في هذه الحالة عن طريق الجدول التالي القيم قيم X0123 الاحتمالات المقابلة لها الاحتمال المقابل لها 1 على 8 3 على 8 3 على 8 1 على 8 ويأكدنا على معلومة او خاصية مهمة في الاحتمالات انه المجموع يساوي 1 الاحتمال زي ما حضرتكم شايفين اكبر من الصفر واقل من الواحد مجموع الاحتمالات يساوي الواحد نلاحظ ان مجموع الاحتمالات يساوي الواحد زي ما قلنا اي احتمال اكبر من الصفر واقل من الواحد